نقرأ عليكم نص ما ورد من مكتب سماحة السيد مد ظله في النجف الأشرث بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم تتابع المرجعية الدينية العليا ببالغ الأسى والأسف أنباء الاستدامات الأخيرة في عدد من المدن ولا سيما الناصرية الجريحة والنجف الأشرف وما جرى خلال ذلك من إراقة الكثير من الدماء الغالية والتعرض للعديد من الممتلكات بالحرق والتخريب والمرجعية الدينية إذ تترحم على الشهداء الكرام وتواسي ذويهم وتدعو لهم بالصبر والسلوان وللجرحى بالشفاء العاجل تؤكد مرة أخرى على حرمة الاعتداء على المتظاهرين السلميين ومنعهم من ممارسة حقهم في المطالبة بالإصلاح كما تؤكد على رعاية حرمة الأموال العامة والخاصة وضرورة أن لا تترك عرضة لاعتداءات المندسين وأضرابهم وعلى المتظاهرين السلميين أن يميزوا صفوفهم من غير السلميين ويتعاونوا في طرد المخربين أيًا كانوا ولا يسمحوا لهم باستغلال التظاهرات السلمية للإضرار بممتلكات المواطنين والاعتداء على أصحابها وبالنظر إلى الظروف العصيبة التي يمر بها البلد وما بدى من عجز واضح في تعامل الجهات المعنية مع مستجدات الشهرين الأخيرين بما يحفظ الحقوق ويحقن الدماء ويحقن الدماء فإن مجلس النواب الذي انبثقت منه الحكومة الراهنة مدعو إلى أن يعيد النظر في خياراته بهذا الشأن ويتصرف بما تمليه مصلحة العراق والمحافظة على دماء أبنائه وتفاد انزلاقه إلى دوامة العنف والفوضى والخراب كما أنه مدعو إلى الإسراع في إقرار حزمة التشريعات الانتخابية بما يكون مرضياً للشعب تمهيداً لإجراء انتخابات حرة ونزيها تعبر نتائجها بصدق عن إرادة الشعب العراقي فإن التسويف والمماطلة في سلوك هذا المسار الذي هو المدخل المناسب لتجاوز الأزمة الراهنة بطريقة سلمية وعضارية تحتسق في الدستور إن التسويف والمماطلة سيكلف البلاد ثمناً باهضاً وسيندم عليه الجميع إن الأعداء وأدواتهم يخططون لتحقيق أهدافهم الخبيثة من نشر الفوضى والخراب والإنجرار إلى الاقتتال الداخلي ومن ثم إعادة البلد إلى عصر الدكتاتورية المقيتة فلابد أن يتعاون الجميع لتفويت الفرصة عليهم في ذلك إن المرجعية الدينية أيها الأخوة إن المرجعية الدينية سنداً للشعب الإعراقي الكريم وليس لها إلا النصح والإرشاد إلى ما ترى أنه في مصلحة الشعب ويبقى للشعب أن يختار ما يرتئي أنه الأصلح لحاضره ومستقبله بلا وصاية لأحد عليه حفظ الله البلاد والعباد وجنبنا كل سوء ووفق الله الجميع لما يحب ويرضاه إنه نسم المأمول إنه نعم المأمول والمسؤول والحمد لله رب العالمين